اشتركوا في القناة يأتي بسل الجزور فيلقيها على محمد وهو ساجد سل الجزور يعني جمل ميت منتفخ والجمل ده كان مرمي بعيد ويقصد ان حد يفتح بطنه ويجيب امعائه ويحطها في تشت كبير ويرميها على ظهر النبي عليه افضل الصلاة والسلام فقام اشقى القوم وهو عقب ابن ابي معيد اللي رد وقال انا اللي هعمل كده وامرايح فاتح بطن الجمل واخد الامعاء ورح رماها على ظهر النبي عليه افضل الصلاة والسلام وابن مسعود كان بيقول ان هو ما كانش قادر ان هو يدخل في الزحمة ويحمي ظهر النبي لضعفه ولانه ما عندهوش عشيرة علشان يدخله معاه لحد لما جات السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتعيد وبتشيل الامعاء من على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوم الرسول من السجود وهو بيقول اللهم عليك ابو كريش اللهم عليك ابو عقب ابن ابي معيد اللهم عليك بابي جهل والاول مرة الرسول صلى الله عليه وسلم يدي عليهم كل دول هيقتلوا في غزو البدر دول اللي كانوا بيعذبوا الغلابة ويجي واحد اسمه ابو البختري بن شام وده مشرك قرب من الرسول وقال له ما لك فقال له الرسول ما فيش حاجة فسأله مرة تانية ما لك فيه ايه فرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول قلقوا على ظهر يسالة الجزور اتضايق جدا ابو البختري ان واحد في قيمة النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل في كده امواخد عصايا كبيرة ودخل عند الكعبة وقال مين اللي عمل كده ابو جهل هو اللي حرد عليك يا محمد وابنازل بالعصايا فوق دماغ ابو جهل وفتح له دماغه فقاموا عليه علشان يضربوه لكن مسكهم ابو جهل وقال اتركوه انما اراد محمد ان يوقع بيننا البغضاء ثم ينجو يعني محدش يعمل حاجة ده محمد عايز يوقع بنا اذا شديد شافوا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يوصل دين الاسلام لينا فسماعونا الصلاة على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات وحشتوني كتير من الكصة اللي فاتت وجيلكم بكصة خطيرة وممتعة جدا 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 لانها بقلم الكاتبة المتميزة اي عامر ودي الاسماء اللي انطلبت مني في الكومنتات واشكركم جدا على كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني بجد ومبسوطا النصايح بتاعت بيجيب معاكم نتيجة او انكم فعلا بتستجيبوا وفرحانة بتعليقكم الجميلة ليه من وقت ما شفها وهي بتيجي ببيع الورد هنا هو كل يوم يستنىها في الاشارة علشان يشتري الورد منها ويشوفها وشائب بخوفه هي بتقول يا خرابي ده جاي عليها هنا حمزة هو مستغرب هو مين وملك خايفة كده ليه منا بخوفه رعب جديد واحد كنت ببعله ومسك ايدي وهو عايز نركب معاه العربية بالعافية ولما دربته بالقلم من ساعته وبيدور علي وفجأة نزلت تحتها عند العربية عشان الراجل التاني ما يشوفهاش اتعصب حمزة جدا وقال طب اركب العربية بسرعة الاشارة تفتح اتحركت منها وهي خايفة لا يشوفها وفعلا رجبة العربية معاه وهي خايفة من الراجل التاني انه هو يمسكها وبعد شوية اتطمنت منها انها بعدت عن الراجل ده بس فجأة ظهر من تاني بعربيته وبيحاول يخلي حمزة يوقف عربيته بالقوة وفجأة فرم الحمزة العربية وكان نازل لكن مسكت منا ايده بخوف وقالت بلا عليك ما تنزلش علشان هو مؤذي وممكن يأذيك حمزة هو عاوز يطمنها ما تخفيش اهم حاجة ما تنزليش انت من العربية نهائي مهما حصل انت سمعة بس هو نفذ الكلام وسبها ونزل وهو بيبص للشاب اللي نزل وقال ملك يا شبح اعمل دوشة ليه البت اللي معاك دي تلزمني تلزم مين يا بابا يلا يا شاطر من هنا عشان ما تزعلش ما هو انا لو مش اخدتها بالزوء هاخدها بالعافية وجاي اضرب حمزة بس حمزة اخد باله ومسكه واداله بالروسية وقاها على الارض بعد ما اداله اللي فيه النصيب منها من كتر الخوف والرعب اغمى عليها في العربية وحمزة بعد ما اغد حقه من الشاب رجع تاني العربية لكن لقاها مغمى عليها حاول ان هو يصحيها اكتر من مرة لكنها ما فقيتش شغل عربيته وطلع على الفيلا بتاعته وهو خايف عليه وفي مكان تاني كان واقف رجل تقريبا في الخمسينات هو بيقول فين بنتك يا سماح انطقي بنتك هربت على فين سمعتنا بقت في الارض سمح بغضب هو ده كل اللي همك سمعتك اللي بقت في الارض هي دي امانة اخوك انك المفروضة عمها وتحفز عليها وعلى مله بس انت ازاي عمها طمعان فيه عاوز تجوزها لابنك اللي اكبر منها بخمستاشر سنة كل ده عشان تضمن البنت وارضها بس انت بتحلم يا عصام بنتي مش هتتجوز ابنك ولا هتقدر تاخده حقها وحق جوزي مستحيل اتعصى بعصام جدا ومسكها من شعرها وضربها بالقلم وقعت على الارض بسبب الدرب وفي الفيلا كان وصل حمزة للفيلا بتاعته ونزل من العربية وفتح الباب اللي جنبها وشالها ودخل على فيلته فتحت الخدامة الباب وهي بتقول ايدا مين دي ملكيش دعوة وارني على الدكتورة وعتيلي فوطة ومية يلا الخدامة جريب بسرعة عشان تعمل اللي هو قالها عليه لانه كان متعصب خالص وكان على اخره وطلع الجناح بتاعه وحطاه على السريل والخدامة خبطت عشان تديوله المية والفوطة اللي هو طلبهم اخدهم منها وقال لها تستعجل الدكتورة فهزت رأسها ومشيت اما عن حمزة فهو مسك الفوطة وبلها بالمية وفدل ينصح على وشها من التراب اللي كان عليه وانصدم لما شاف شكلها لانها كانت جميلة جدا بملامحها الهدية الجميلة واللي تشبه الاطفال فقع على نفسه لما لقى الباب بيخبط والخدامة بتقول الدكتور جاي فتح الباب وتعصب جدا لما شاف دكتور وهو طلب دكتورة انا مش قلتلك انا عايز دكتورة الخدامة بخوف والله العظيم انا قلت له مهمة اللي بعتوه فرد الدكتور الدكتورة عندها حالة في العمليات وهي حاليا في المستشفى ومش هتقدر تيجي اوكلتني علشان اتبع الحالة اللي مع حضرتك حمزة بصوله بعصبية وغيز ودخل مع الدكتور علشان يكشف عليه وكان واقف وهيموت من الغير حرفيا ومش عايز الدكتور بس هو خايف عليه وعلشان كده وفق ان الدكتور يكشف عليه وبعد ما الدكتور فحصها اتكلم وقال هي تعرضت لصدمة نفسية كبيرة وجسمها ضعيف قوي وواضح انها ما اكلتش كويس من فترة عشان كده هي لازم تتغزى كويس وانا كتبت لها على شوية فيتامينات عشان يساعدوها وهعدي عليها كمان اسبوع عشان اتطمن عليه لا ما فيش داعي فدكتورة هتتبع معاه واتفضل انت والخدمة هتوصلك لتحت وشاور تجاه الباب الدكتور ميشي هو يموت من الغاز وفدل يشتم في حمزة وهو بيقول انه هو واحد بارد وما عندهش دم ولا زوق قاعد حمزة على الكنبة وفدل باصص ليه وميستنيها ان هي تفوق وفدل يبص لشكلها الجميل وهي نايمة بملامحها الهدية الجميلة وشوية ومنها فائت بدأت انها تفتح حيونها بالراحة وشافت نفسها في مكان نديف وقودة واسعة جدا تشبه الجناح وشكلها حلو مترتبة وبتبص جنبها لقيته قاعد على الكنبة اللي جنبها اتخضت وجدت قوم لكنها ما عرفتش وحسب بوجع في ايديها بسبب الكلونة والمحلول اللي كان متركب فيه اهد شوية وخليكي مكانك عشان ايدك ما تتعورش من الكلونة او من المحلول واول لما المحلول يخلص تقدر تقوم براحتك منا بتعب انا فين وايه اللي جابني هنا انا اخر حاجة فاكرها انك نزلت من العربية علشان الولد اللي كان بيجري ورايا وبعدها ضربت وانا مش فاكرة ايه اللي حصل وانتي ساعة الخناء اغمى عليكي وحاولت فوايك اكتر من مرة لكنك ما فوقتيش فجبتك على هنا في الفيلا بتاعتي وطلبت الدكتور ليكي بس انا عندي سؤال 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 ايه اتفضل انتي شكلك مش وشي بهدرة وبنت ناس ومش متشردة انا كنت عرف اجيب تاريخك كله من اول يوم اتولدت فيه لحد دلوقتي بس انا حابي باسمع منك وهديك فرصة انك تتكلمي اتوترت منه وما كانتش عارفة تعمل ايه ولا تقول ايه انا مفيش حاجة وحاولت تقوم بس ما قدرتش اهدي شوية وما تخفيش انا مش هأزيك لو كنت عاوز أزيكي كنت عملته وما كنتش جبتلك دكتور وعالجتك ولعلمك انا ممكن اساعدك لو طلعتي صدقة ومش بتجديب علي عيطت منه جامد وقالت انت فعلا عندك حق انا بنت ناس ومش متشردة انا هربت من بيتي وتهدت وما كنتش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي لكن الفلوس اللي معايا خلصت وما كنتش عارفة اعمل ايه ولا كل فين فاشتغلت في محلات بس اصحابا ما كانتش ناس كويس فما لقيتش حاجة عاملة غير ان اشتغل في الاشهرات وبعت مناديل وورد عشان عارف اصرف على نفسي وجيب حتى حق الاكل ده كل اللي حصل حمزة كان بيسمعها بتركيز وقال وانت ايه اللي يكبرك انك تهرب من اهلك وابوك وامك ما فكرتش فيهم ليه منها لما سمعت اسم باباها عياتك جامد وافتقرت ايام ما كان باباها عايش وقالت ما هو ده السبب من اساسي اللي نهرت من البيت لان لو كان بابا عايش ما كانش عامي عمل فينا كده انا وامي ما كانش جاه اليوم اللي يضربني فيه وعايز نعمل تنزل على الارض بتاعي بابا اللي كان كاتبها باسمي ما كانش خلينا اتجاوز ابنه اللي اكبر مني بخمستاشر سنة ويمكن اكتر ما كنتش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي اما ماما فخليت نهرق بيوم كاتب الكتاب اهربت وما كانش معايا غير مبلغ صغير عشان عامي واخد مننا كل الفلوس عشان يتحكم فينا اكتر اخدت البطاقة الشخصية بتاعتي وبعد كده هربت وده كل اللي حصل طيب انت خرجت ايه انا نخلصة سنوية عم علم رياضة وطلعت الاولة على المدرسة وحلمنا وبابا وماما ان ندخل كلية هندسة ولما جيت تقدم على كلية ابن عامي رفض وحبسلي في البيت وقال لي مراتي طعط في البيت تخدمني وتدلعني وبس وما عندي ناس التب تتعلم حمزة كان بيسمع كلامها هو زعلان على حالتها والله حصل لها وكان مصدقها في كل كلمة بتقولها لانه كان بيبص في عيونها وعرف انها مش بتكذب فتكلم وقال انا ساعدك وقاملك شغل حلو تصرف بيه على نفسك منا فرحة قوي وقالت دي جد؟ طب انا هشتغل ايه؟ وازاي؟ انا حتى مش معايش هادة انت هتشتغل مهندسة عندي في الشركة تحت التدريب وهتكون المرافقة بتاعتي وبخصوص الكلية انا حل الموضوع ده ما تشغليش بالك طيب انت بتعمل كده ليه؟ وايه اللي اجبرك انك تساعدني؟ اتوتر من سؤالها وانه السبب الحقيقي انه فرحة بوجودها جنبه وعاوز يشوفها دايما بس حاول انه يخفي التوتر ده فتكلم وقال مفيش حده على حاجة تكبر حمزة الجرحة على حاجة بس تقدر تقولي انك بتفكريني باخوات الله يرحمهم وسبها ومشي وهي فضلت سرحانة وعد اكتر من اسبوع ومنا كانت في الايام دي بتتدرب في الشركة مع حمزة وبتابع الشغل معاه وهي كانت المرافقة الخاصة بتاعته وصحتها بقى كويسة قوي لان حمزة كان بيهتم باكلها والادوية بتاعتها وفي الشركة عند حمزة منا كانت بتكلم السكرتيرا حمزة جوه ولا راح قاعد الاجتماعات حمزة من غرب به ولا باشا انت نستي نفسك ولا ايه اظن دي حاجة ما تخصقيش اقول به ولا ما اقولش به انا بسألك هو جوه في مكتبه ولا لا فردت السكرتيرا شوفوا مين بيهتكلم عامنا فيها ست الشغة وهي عايشة مع واحد اعزب في بيته الوحدهم منا ما كنتش عارفة ترد تقول ايه ولا تعمل ايه هي عندها حق هي عايشة معا لوحدهم بس ما بيانتش انها زهرت من كلامها وقالت انا غلطان انا جيت سألتك وتكلمت مع واحدة مش محترمة زيك وثبتها ودخلت المكتب وحمزة اول لما شافها لمل حاجة اللي قدامه وقال كويس انت جيتي كنتها بعطلك يلا عشان نروح الاجتماعي تأجل بس انا مش هروح معاك ومش هرجع الفيلا بتاعتك تاني في ايه مالك وايه الكلام ده عنده محا انا واحدة متشاردة ومن الشارع جبتها وشغلتها معاك وعيشة معاك في الفيلا لوحدنا صفة ايه تفسر اللي احنا عايشين لوحدنا انا مش هعيش معاك تاني انا هقجر شقة صغيرة وعيش فيه حمزة خاف انها تسيبه وتمشي وهو حبها وحب وجودها معاك بس ما كانش عايز يبين ده فرد وقال احنا مش محتاجين نفسر ونوضح حاجة لحد وما حدش لحاجة عندنا ربنا مطلع علينا وشايف وغير كده الفيلا فيها خدم كبير وحرس اكتر وكمان كبيرة وبالنسبة الموضوع انك تأجر شقة وتعيش فيها لوحدك ما تفكرش في الموضوع ده تاني ما فكرتش في عمك اللي قالب عليك الدنيا ولا لو لقاك هيحصل ايه المكان الوحيد اللي قامل ليكي هو انك تعيش في الفيلا بتاعتي لانه ساعتها حتى لو لقاكي مش هيضر يزيكي من قعدت على الكنبة بحيرة وما كانتش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف ازاي خايفة من عمه لانه لو لقاه ويا مع حمزة مش هيعرف يعمل ليا حاجة وهتكون في حمايته وفي نفس الوقت خايفة من ربنا عشان وجودها معا من غير صفة رسمية حرام وهي بقت محتارة ومش عارفة تعمل ايه لكنها ردت وقالت انت عندك حق عمي ما يعرفش يقزيني طول ما انا في حمايتك بس وجودي معاك ما ينفعش وحرام بلاش نضحك على بعض انا عندي حل ايه هو احنا هنكتب جتبنا ونتجوز على الورق وكده وبكده وجودك هيبقى رسمي وشرعي كمان ايه اللي انت بتقوله ده ما ينفعش وحتى انا لو وفقت ما نعرفش ان احنا نكتب الكتاب انت نسيت اني لازم يبقى ليه وكيل وان بابا مات ووكيل دلوقتي هو عمي ايه ترى هتروح تقول لي جوزني بنت اخوك عشان احميها منك لو انت عاوزة كده انا ممكن اعملها بكل بساطة ولو عاوزة وكيل يوسف صاحب ممكن يبقى وكيلك وفقري كويس وانا هستنى ردك وهزبايك انا والسواهي استنى كي تحت بالعربية ولو عايزة تروحي في اي مكان هو هيكون تحت امري مع السلامة قال كلامه ومشي منها فضلت تفقر كتير لحد لما اقتنعب باقتراح حمزة وكده هي مش هتغضب رباه وفي نفس الوقت هتكون في مكان امن بعيدة عن عمه وقالت لحمزة انها موافقة وحمزة فرح قوي بموافقتها وانها هتكون على اسمه وجاب المأزون ويوسف صاحبه اللي كان وكيله وفعلا كتبوا الكتاب وبقت منا مرات حمزة الجرحي رسميا وفي صباح يوم جديد منا كانت بتجهز وبتلبس فوق والنهار ده اول يوم جام عليه اما حمزة فكان قاعد نستنيها على الصفرة علشان يفطروا مع بعض وشافها ويا كانت نازلة من على السلم وكانت لابسة فستان قصير وفرضة شعراء حمزة تعصب قوي ونار الغيرة قادت جواه صباح الخير معلش اتأخرت عليك كنت بلبس حمزة بعصبية وغيرة صباح النور وده اللبس اللي انت بتقول اللي انت لابسه انت اتروح الجامعة كده باللبس ده وشعرك ده ليه متجوز سوسا اقول لهم اتفرجوا على المصدر اللي معايا منا تعصبت من كلامه وقالت مالو لبسي وبعدين انت متجاوزني وانا بشعري من الاول فما فيش داعي للتحكمات دي صاب حمزة الاكل من ايده واتكلم بهدوء وقال دي مش تحكمات عارفة ليه بكلمك عن لبسك وعن شعرك ده عشان ده الحياة والستر والحاجات دي تعتبر هوية المسلمة وقتك جمالها زمانك بتستهتري بالكلام ده وبتقولي هو ايه ده هو محبكة كده ليه انا عاوز اقولك ان اللي بيتطريق على الحجاب ده ويقول ده حتة قماشة على الشعر دول بجد على مبكحة حتة القماشة اللي هم بيتكلموا عنها دي ده تمنعك عن مصايب كتير تمنعك عن غضب ربنا وازم بكل اللي شاف شعرك وبتحفظك وتحفظ جمالك للشخص اللي استحقك تعرف البنات اللي بتعمل كده وبتمشي بشعرها ولبس دايق عشان تعجب الشباب وانفكرة انها تتجوز وتحب احسن شاب ده تفكرة غلق جدا اه الشاب هيعمل نفسه بيحبه بس وقت الجد هيتجوز اللي محافظة عن نفسها وجمالها وتكون محترمة في لبسها انا عارف انك مش قصدك كده بس انت مسلمة وربنا عمر ان المسلمة لازم تكون اميرة بحقيقها وبحجبها ولبسها الواسع وخليك دايما عارفة ان الجمال الحقيقي هو جمال الروح والقلب مش جمال الشكل وعاوز اقولك حاجة لو انت قدامك برتقانة مؤشرة وبرتقانة مش متأشرة ومتغطية هتختاري ايه هختار طبعا اللي مش متأشرة واللي متغطية لان انا مضمنش اللي متأشرة هتكون متلوزها ولا فيها ايه فطبعا لازم اختار حاجة تكون كويسة وانا ضمنها عشان ما تعبش او تسبب لي اي مشاكل في معدتي بالزبط كده هو ده اللي انا قصد عليه الشاب لما بيختار بيختار اللي ستر نفسها فردت وقالت ياه انا كنت مغفلة كده بجد انت عندك حق انا مش عارفة اشكرك ازاي ولا اقولك ايه ما تقوليش حاجة اهم حاجة كوني فهمتي قصدي ايه وان انا عايز مصدحتك او حاجة او عايش دورس السيد والكلام ده وفعلا منا سمع الكلام حمزة وقربت من ربنا ولبست حجابها وبقيت تحافظة على صلواتها وهو كان بيساعدة على كده وكان بيصلي معاه وقربوا الاتنين من ربنا اكتر وفي مكان تاني كان قاعد امير ابن عم منا ودخل عليه صاحبه وهو بيقول قلم بصاحب اللي مش بيسأل سبني في حالي انا مش فيقلك خالص طب واللي يقولك دلوقتي على خبر حلو هيحللك مشكلتك هتعمل ايه الحل الوحيد عندي دلوقتي انه لاي البنت دي تكونش الارض تشقت وبلعتها بس والله العظيم مش هسيبها ما هو ده الحل اللي انا بقولك عليه وبعدين الارض ولا انشقت ولا بلعتها لا يا عم دي رفعتها اصدق ايه انت عارف يا فين وساكت والله العظيم انا لسه عارف النهاردة لان شركة الجرح كانوا طالبين حراس امن وانا رحت عشان اشتغل طب والموضوع ده مال ومال منه واعلاقتها بالشركة دي ما هو ده اللي انا عرفته بقى بعد ما زبطت مع الرجل بتاع الامن بقرشين وهو قال لي انها عايشة مع حمزة الجرح صاحب الشركة في بيت وبيشتغله مع بعض شوف بنت النصحة رفعت اتعصب امير جدا وقال اه يا بنت ل بقى انت تهربي عشان تروحيله بس والله العظيم ما هسيبك يا منا واخد مفاتيحه وركب العربية ومش بسرعة وعند حمزة ومنا كانوا قاعدين بيتعشوا ومنا بتحكيلوا عن يومها في الكليه وفجأة سمعوا صد حدي بيزع والحراس بيتخنقوا معاه وجرز الباب ضرب ومنا لبست طرحتها بسرعة اللي وقعت من كتر الخوف لانها عرفت صاحب الصوت ده بس كانت بتكذب احساسها وبتقول ان هو غلط بس بمجرد ما الامن فتح الباب ودخل امير اللي كان عامل مشكلة كبيرة بصوته العالي منا خافج جدا لما شافته ومسكت في ايد حمزة جامد حمزة استغرب من اللي عملته ده امير بقى عصبية وزعيق بقى بتهربي منا عشان تروحيله بس انت بتاعتي انا هو مش هسيبك يا منا اتعصب حمزة من كلامه وقال جرائيه لا اتقلم عيدا لو قول انت عاوز ايه انا عاوز مراتي مرات مين يا حادتها منا اللي وقفة جنبك دي تبقى مراتي وهربت مني وانا عاوزها دلوقت انا مش مراتك ومستحيل اكون مرات واحد حيوان زيك انا حيوان يا بنتل ولسه هيكمل لكن حمزة تعصب ومسكه بسرعة وداله في بطنه وفي وشه اللي شتمتها دي تبقى مرات حمزة جرح عارف يعني ايه يعني اللي يفقر يزعلها او يبصرها مجرد بصة مراتك ازاي هي لازم لها وكيل ووكيلها هيبقى بابا اتجاوزتو ازاي العابوا لعبة غيرها ومنا ناخدها معايا والحكومة زمانها جاية اهي جاية منا خافت قوي ومسكت في ايد حمزة وحمزة بس طلع وطمنها وقال لها ما تخفيش طول ما انا جنبك وراح واقف قدام الزابط وتكلم خير يا حضرت الزابط جلنا بلغ من استاذ اميلي انك واخد خطبت لانسة منا واحنا جايين هنا عشان ناخدها انا مش خطيبة حد ده واحد كذاب والله اللي انت بتقول عليها الانسة منا وخطيبة الاستاذ ده تبقى مراتي ومدام حمزة الجرح ودي اسيمة الجواز الاسيمة مزورة لان منا لازم يكون لها وكيل وبابا هو وكيلها ممكن اشوفي الاسيمة حمزة خرج الاسيمة من محفظته وادهها للزابط كلام الاستاذ حمزة صح هي مراته فعلا والاسيمة مش مزورة اتعصب امير جامد وزعق وقال ازاي ده انت اكيد متفق معا احترم نفسك او اتكلم معايا كويس انا مقدر الحالة اللي انت فيها غير كده كنت خطك الاسم والاسيمة سليمة 100% عشان مدام منا موكلة الاستاذ يوسف الصاوي وده هو وكيلها ان يكون وكيلها في جوازهم وجوازهم رسمي وقانوني كمان الزابط بص الحمزة وقال احنا اسفين على الازعاج يا حمزة بيه ولا يهمك حصل صوت افاهم اتفضل حضرتك وفعلا انسحب الزابط وهو العناصر بطوع وما كانش فاضل غير حمزة ومنا وامير وقال الحرس مسكينه انا اعدها لك المرة دي عشان انت ما تعرفش انت بتطعمل مع مين وتهجمت على بيت مين وقال الحراسي سبوه وراح وقف قدامه ويتكلم جنب ايدنه وهمس هو بيقول ابقى سلملي على بوك وقل له حق امراتي والناس الغلابة هيرجع ونصيحة مني اقعد معك كتير عشان هيوحشك قوي وقال للحرس يطلعوه برا واول لما امر والحرس مشيوا من قعدت على الارض وفضلت طعية الجامد وهي بترتعش وبتقول هما هما عارفين طريقي ومش هيسبوني في حالي حتى انت كمان هيأزوك حمزة قرب منها وفضل يمسح في دموعها ويطبطب عليها ويقول محدش يقدر يأزيك طول ما نعايش ولا حتى يقرب منك انت مش بتسكف فيها يا منا هزت رأسها وقالت انا بسك فيك طيب يلا امي صلي وطلع ارتاحي عشان وراك كلية بكرة وانسي اي حاجة حصلت من شوية وطول ما لجنبك اوعد خافي وفعلا منا طلعت لفوق وحمزة فضل تحت يفكر هيعمل ايه وهو بيقول نهايتك قربت قوي يا عصامي يا شرقوي وامير رجع لبلد تاني وبمجرد ما قابل بابا حكاله على كل اللي حصل وانت بتتصرف من دماغك ليه انت مش كنت تعرفلي قبل ما تروحوا تعمل اي حاجة ده اللي حصل بقى بس في حاجة غريبة انا مش فهمها حاجة حاجة ايه دي جزها قال لي سلملي على بوك وقول له حق امراتي وحق الناس الغلابة هيرجع واني نهايتك قربت هو يقصد ايه هو انت قلتلي اسمه جزها ده ايه اسمه حمزة الجرح عصام صرح شوية وقعدي يفكر في حاجة وكلم نفسه وقال انا لازم اخلي بالي كويس قوي لحد لما العملية تم وبعضنا خلص منه ومنها وفي صباح يوم جديد منا كانت قاعدة في كافية الكلية وبترجع على المحاضرة بتاعتها وجاء شاب وقاعد قدام فقالت منا انت ايه اللي معادك هنا انت مش نواة تحني وتوافق بقى ولا ايه انت شخصة ليه الادب ومش محترم ولو ممشتش من هنا انا هطلب لك الامن تطلبي الامن المين مفيش غيرك انت وبعضنا هو جايبك من شرط المرور يعني واحدة متشردة وتربية الشوارع منه تعصب الجامد وراحت ضرابته بالقلم والشاب تعصب وزحق لدرجة ان الجامعة كلها تلمت على صوته فمسكها من طرحتها وضربها بالقلم لدرجة ان بقاه ومناخرها نزله خيوط حمر وقلبسه تعالي في نص الكلية انتو ما عاوزين تعرفوا تقرب ايه لحمزة الجرحي انا هقول لكم دي واحدة كان بيبيع منديل ورد في اشهرات المرور وحمزة الجرحي جابها وعطف عليه وهي عاملة فيها المحترمة والشيخة الشريفة وعايشة معاه في بيته الوحدهم وما فيش حاجة رسمي بينهم كانت الجامعة كلها وقفة وبتتفرج وبتتكلم عليه فقال الشاب عشان تضربيني بالقلم تاني يا حيوانة وجاه الامن وخدهم على مكتب العميد وحمزة كان قاعد في مكتبه بيتابع الشغل بتاعه لحد لما الفن بيتعورن وبيبص لقى الحارس الخاص بمنا اتخض جامد ورد بسرعة في ايه الهانم حصل لها حاجة حصل مشكلة كبيرة معاه الهانم في شاب دايقة وهم دلوقتي في مكتب العميد وانتم كنتوا فان انا مشغل معايا شوية بهايم انا ضايح حالا ونزل حمزة بسرعة من الشركة وسائل عربية قطلة على الجامعة وفي مكتب العميد كان العميد بيقول ممكن افهم ايه اللي بيحصل ده منك انا تعملت عايق جامد وقالت بشهقات والله والله العظيم انا مش عملت حاجة انا كنت برجع المحاضرة بتاعتي وهو جاء عمال يضايقني دي وحدك قزابة هو مش محترمة انا كنت بسأله على حاجة في المحاضرة وهي حاول تقرب مني وتمسك ايدي وفجأة الباب تفتح من غير اي استئزان ودخل حمزة وقال هيا مين دي اللي مش محترمة وبمجرد مأميننا شافته جريت عليه وحضنته وفضلت طعاية وتقول والله العظيم والله العظيم انا مش عملت حاجة ده كدام وهو اللي حاول يمسك ايدي فانا اضربته بالقلم والله حمزة فيدي لي هديها ويطبطب عليها وثبه ومسك الشاب وديه له بالقلم جامد على وشه وقال ده علشان قلت عليها مش محترمة وديه له كمان قلم وده علشان مديت ايدك على مراتي ودربه كمان واحد وده عشان تفكر تقول اي كلام على مراتي قدام الجامعة دي تبقى مرات حمزة الجرحي يعني قرمتها من قرمتي وايحد هيحاول يقول كلمة عليها انا محي من على وش الدنيا وبمجرد ما نطق كلمة مراته الكلمة دي كانت كفيلة انها تخرص الكل وترسمت الصدمة على وشوش الكل حمزة مسك ايديها ورفع رأسها وقال قدام الكل اه منها تبقى مراتي حرم حمزة الجرحي واللي هيحاول يزعلها انا همحي من على وش الارض وبصري العميد وقال الولد ده يتفصل لهاي من الجامعة عشان يكون عبر على اي حد يحاول انه يقرب من مراتي تاني واخدها وميشي من الجامعة كلها ورجوا على الفيلا بتاعتهم وفيدلي هديه بس هيك انا تعملت طاعت وتقول انا تفضحت كل الجامعة بتقول عني المتشردة تربيت الشوارع اللي اتجوزت حمزة الجرحي اللي لماها من الشارع سيبك منهم كلهم دول عالم فاضية موارهاش حاجة ما بيصدقوا انهم يعرفوا عن حد حاجة عشان يتكلموا عنه اخلص بس من المهمة اللي معايا دي وانا هردلك حقك قدام الكل يا حبيبتي مينها استغربت وقالت مهمة؟ مهمة ايه دي؟ الابضع العصام الشرقوي فردت وقالت بشقة عمي؟ وتقبض عليه ليه؟ انا مش فهم حاجة انا فهمك عمك عصام الشرقوي بيتجر في القصار وما حدش عارف يمسك عليه حاجة والنهاردة فيه عملية كبيرة وهو اللي هيسلم كل حاجة وساعتها انا هقدر اقبض عليه متلبس تقبض عليه ازاي؟ انا المقدم حمزة الجرحي اللي ماسك القضية دي مقدم؟ مقدم ازاي؟ ام المهندسة وعندك شركة هندسة ازاي؟ بص يا ستي انا بحب كلية الشرطة وادخلتها وتخرجت منها بس بعد موت ابوية كان لازم امسك الشركة اللي تعب فيها لحد لما وصلت اللي هي فيه دلوقتي الحمد لله المهم انا لازم اتحرك دلوقتي عشان معادة تسليم قرب ولازم اكون موجود مع قوات مسكت منا ايده وقلب بخوف هترجع تاني صح؟ انا مبقتش خافت قل ما انت معي انت قوتي وكل حاجة حلوة في حياتي كل حاجة بقراطة ربنا ادعيلي بس وبس راسها ومشي منا طلعت لقودتها وفضل التصلي وتدعي ان هو يرجع عليها بالسلامة وفي مكان التسليم قال العسكري للزابط بيسلموا يا باشا نهجم فرد الزابط مفيش هجوم غير لما المقدم حمزة ييجي بس المقدم حمزة اخر وكده ممكن المأمورية تروح مننا انا قلت اللي عندي مفيش حاجة اتم غير لما المقدم يوصل ولسه هيكمل كلامه لكن لقى حمزة جاوة اللي قال انا وصلت اه قد الزابط التحية هو العسكري وقال الزابط التسليم شغال من ربع ساعة يا باشا تمام استعدوا هنهجم دلوقتي حالا وفعلا بدأ الهجوم والقوات اشتبكت مع بعض وحمزة مسق عصام وقال ولو قاعدت يا عصام الشرقى ومتلبس عصام بشر بس انا مش هسيبك يا ابن الجرح وطلع مصدسه وطلق الرصاصة في حمزة فوقع حمزة على الأرض والقوات مسق عصام وهو عمال يتحك بيستري ويقول انا خلصت علي ها 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 وطلبوا الاسعافة عشان حمزة وقدم قودة العمليات منها كان وصل لها الخبر وكانت وقفة عاية وتدعو ان هو يقوم بالسلامة وكانت حاسة ان الدنيا سودت قدام عيونها بعد ما الدنيا خلاص ابتدت انها تتحك له وكان الضابط وقف جنبها واللي اتنين وقفين قدام العمليات وبعد ساعات خرج الدكتور فجريت عليه بسرعة وهي بتقول طمين يا دكتور بالله عليك هو عامل ايه دلوقتي ما تخفيش هو كويس والرصاصة جات في كتفه هو شوية وهيفوق بإذن الله انا نقلت قضع دي وتقدر تشوفيه دخلت منا القوضة اللي هو فيها وقاعدت جنبه ومسكت ايده وعياتته وهي بتقول اوها تسيبني يا حمزة بعد ما حبيتك اه انا حبيتك حبيت حليتك وخوفك علي ونصايحك ليه ودعمك حبيت كل حاجة فيه قوم بقى بالله عليك ما تسيبنيش وفجأة فتح حمزة عيونه وقلب ضعفه ممزوق بتعب بس انا مش بحبك منا بصتله وزهلك جدا من كلامه وقالت في نفسها عنده حيحب واحدة متشردة ازاي حمزة فامي بتفكر فيه فقال على فكرة انا مش قصدي اللي في دماغك ده انا مش بحبك لان الحب قليلة عليك قوي انا عشقتك من اول يوم شفتك فيه منا فرحة قوي من كلامه ده وقالت يعني مش هيجي اليوم اللي تندم فيه انك حبيت واحدة متشردة زيه هقولك على حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان كل شيء خلقناه بيقدر تأكد انك في المكان المناسب والتوقيت المناسب حتى اللي حصل لك واللي انت فيه ده كل ده بيحصل لك لانه مكتوب لكي مكتوب هتعيش فين ومع مين وهتحب مين وتفرق مين وهتشتغل فين وامتى وازاي وهتروح فين وهتيجي منين او هتندمي على حاجة طول ما انت عاملة اللي عليكي واخدى بالاسباب وبتسعي ارضي بالنتايج لانها مش بتاعتك انت عليك انك تكتهدي وتسعي وبس والنتايج دي بتاعت ربنا وربنا عمره ما بيغزي العبد لجأ اليه ورفع ايده للسماء وقال يا رب فقالت منا انا بحبك قوي يا رفيقي الى الجنة ويا شريك الجميل ونص التاني بس اديها وقال لو كانت عيناكي محيطا اللي غمرت نفسي فيه دون تردني لفرصة العوم في حبك سأخطر بالغمر كل يوم وجد مامت منا تعيش معاهم وعيشوا أفطلنا بسعادة والحد هنا أقدر أقول زينت وتكون خلصت قصتنا يا حبيب قلبي حابة أعرف رأيكم فيه وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات وتحطوا لايك للفيديو دعم اللي أستمر لأن بجد بجد اللايك بيفرق في القصة الجامل فارغ ما تبخلوش علي بلايك جميل زيكم اشتراك جميل وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل إشعار بكل قصة جديدة بنقدمها هتوحشوني كتير للقصة الجاية دمتم في حفظ الرحمة ورعايتو مع السلامة